أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تحت عنوان مما ميز الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معشر الإخوة والأخوات إن الله جل وعلا اختار مميزات خاصة ومزايا عظيمة خاصة بها نبينا الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة أزكى التسلم ولن يسمح الوقت بتعداد هذه المزايا ولكننا نذكر بعضها على سبيل الاختصار وليس على سبيل العد والحصر أولها أن الله جل وعلا اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واستفاه ومجده قبل خلق آدم فمن حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه وإسناده حسن أن نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول إني عند الله لمكتوب خاتم النبي وإن آدم لمنجدل في طينته وذلك وذلك ما أشار إليه الشاعر رحمه الله عندما قال يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق صناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق الميزة الثانية أن الله جل وعلا أثنى على نبينا عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم كما لم يتني على أي عبد من عباد الله وأعلى ذلك وأشهر مثال له قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم فقد تربع صلى الله عليه وسلم على عرش الخلق الفاضل ولم يشاركوا في ذلك أي مخلوق من مخلوقات الله الميزة الثالثة أن الله جل وعلا قرن اسمه الأعظم جل وعلا باسمه صلى الله عليه وسلم الشريف فلا يذكر الله جل وعلا إلا ويدكر معه حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد ودليل ذلك ما نسمعه عند رفع الأذان فبعدا أشهد أن لا إله إلا الله يأتي أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في كل أذان وبإعتبار أن تفاوت المواقيت عبر العالم فلا تمر دقيقة بل ولا تمر ثانية إلا ويرفع الأذان في أكثر من مكان فيردد فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الشاعر سيدنا حسان بن نتابة رضي الله عنه أرضاه إذ يقول أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يروح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام الأمر الرابع أن الله جل وعلا أورة أصحابه حب هذا النبي الكريم فقد عاشروه وعرفوا أخلاقه فأحبوه حبا جما سئل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجاه كيف كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله كان أحب إلينا من الماء البارد على شدة الضمى ونحن في زمننا هذا عندما قست القلوب وبعد الناس عن هذه النبوة نجد أناس كثيرين يدعون حب النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ما أصابهم من الجفاف العاطفي تجاه نبيهم عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام تجعل قولهم يعاكس بعضه بعضا ومن علامات ذلك كما نردد دائما أن الواحد منهم بكل تبجح يدعي بأنه يحب السنة ويدافي عنها ولكنه يقول لا تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سبحان الله فمن سيدنا بعض الله جل وعلا إذا لم يكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل وأكرم وأشرف من أي مخلوق وهو سيد الوجود كما قدمنا اللهم صلي وسلم وبارك وعظم وأنعم على سيدنا محمد سيد كل والد ومولود النور الباهر والسر الظاهر صلاة لا أول لها ولا آخر صلاة تصلح لنا بها البواطن والظواهر وتجبر لنا بها الخواتر برؤية رسولك وشفيعنا محمد صاحب لواء الحمد النبي العاقب الحاشر وعلى آله وصحبه أجمعين وللحديث بقية إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر